يعتبر كافلير كينغ تشاورز بانيل من سلالة الكلاب الصغيرة الشهيرة المعروفة بطبيعتها الحنونة ومظهرها الجميل وشخصيتها الساحرة فيما يلي نظرة عامة على سلالة كافلير كينغ تشاورز بانيل المظهر كافلير كينغ تشاورز بانيل هي كلاب صغيرة الحجم ذات مظهر مميز ورائع لديهم جسم جيد للتناسب ورأس مستدير وعيون داكنة معبرة وأذان طويلة حريرية تتدل لديهم معطف ناعم ومغطا بالريش بألوان مختلفة بما في ذلك بلينم علامات الكستناء على خلفية بيضاء وثلاثة ألوان أسود وأبيض مع علامات تان أسود واتان ويقوتي أحمر خالص طبعا تشتهر هذه الكلاب بطبيعتها الودية والحنونة من المعروف أنها حيوانات رفيقة ممتازة فهي حنون ولطيفة ومتشوقة للإرضاء غالبا ما توصف كافليرز بأنها إسفنجيات حب لأنها تزدهر على الرفقة البشرية وتستمتع بقربها من أصحابها إنها جيدة بشكل عام مع الأطفال والحيوانات الأليفة الأخرى مما يجعلها خيارا رائعا للعائلات الشخصية يتمتع فارس الملك تشارلز سبانيلز بشخصية سعيدة ومنفتحة هم بشكل عام مبتهجون ومرحون وذكيون إنهم يستمتعون بكونهم جزءا من الأنشطة العائلية ويكونون اجتماعيين مع الغرباء والكلاب الأخرى كافليرز ليسوا عدوانيين في العادة ويميلون إلى الانسجام مع كل شخص يقابلونه مما يجعلهم رقيبا فقراء التمرين والتدريب على الرغم من أن كافليرز كلاب صغيرة إلا أن لديهم احتياجات تمارين معتدلة عادة ما يكون المشي اليومي ووقت اللعب في منطقة مسيجة بشكل آمن كافين لإبقائهم سعداء وصحيين إنهم اذكياء ومتحمسون للإرضاء مما يجعلهم قابلين للتدريب تعمل تقنيات التعزيز الإيجابي بشكل أفضل مع هذا الصنفي حيث إنها تستجيب جيدا للمديح والمكافآت يستطيع كافليرز التفوق في تدريب الطاعة والاستمتاع بالمشاركة في أنشطة مثل الرشاقة والعمل العلاجي الصحة لسوء الحظ فإن كافلير كينغ تشاولز تانيلز عرضة لبعض المشكلات الصحية والتي يجب على المالكين المحتملين أن يكونوا على دراية بها تشمل بعض المشكلات الصحية الشائعة مرض الصمام التاجي وتكهف النخاع حالة عصبية وخلل التنسج الوركي وحالات العين مثل إعتام عدسة العين وأمراض الشبكية يمكن أن تساعد الفحوصات البيطرية المنتظمة والنظام الغذائي المتوازن والتمارين الرياضية المناسبة في الحفاظ على صحتهم العامة الاستمالة معطف كافلير طويل إلى حد ما ويتطلب تنظيفا منتظما لإبقائه في أفضل حالاته يساعد التنظيف بالفرشات عدة مرات في الأسبوع على منع التشابك والتكتل يعد تنظيف الأذن بانتظام أمرا ضروريا لمنع التهابات الأذن لأن آذانهم الطويلة يمكن أن تحبس الأوساخ والرطوبة تتساقط كافاليرز بشكل معتدل وقد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الاستمالة خلال مواسم الظرف البيئة المعيشية كافاليرز قابلة للتكيف ويمكنها العيش في بيئات مختلفة بما في ذلك الشقق طالما أنهم يتلقون تمارين منتظمة وتحفيزا ذهنيا هم كلاب داخلية وتزدهر عندما يكون لديهم اتصال وثيق بأفراد أسرهم لا تتحمل الحرارة الشديدة أو البرودة بشكل جيد ويجب حمايتها من درجات الحرارة القصوى بشكل عام فإن كافالير كينغ تشاولز تانيل هو كلب رفيق ممتع ذو طبيعة محبة ومظهر جميل وتصرف ودود قدرتها على التكيف جنبا إلى جنب مع صغر حجمها وشخصيتها الحنونة تجعلها خيارا شائعا للعائلات والأفراد الذين يبحثون عن حيوان أليف مخلص ومحب ترجمة نانسي قنقر